أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا هو المجلس الأول من مجالس تفسير سورة الطور هذه السورة سورة الطور سورة مكية كما هو ظاهر من آياتها وموضوعاتها فيتتحدث عن الباطل وعن شبهات المبطلين ودحضها وردها وإقامة الحق بآيات ألفاظها قوية وهي قصيرة وفيها وعد ووعيد ومن يقرأ السورة لا يشك في أنها كانت أو في أنها مكية وهي متصلة بالسورة التي قبلها اتصالًا وثيقًا سورة الذاريات فإن سورة الذاريات ختمت بقول الله عز وجل فإن للذين ظلموا عذابًا دون ذلك فإن للذين ظلموا ذنوبًا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعدون هذا ما ختمت به سورة الذاريات أما ما افتتحت به سورة الطور فهو تأكيد هذا الأمر حيث أقسم الله بالطور والكتاب المصطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع وهذا عين ما ختمت به السورة التي قبلها وهذا من التناسب الظاهر بين هاتين السورتين العظيمتين أقسم الله عز وجل في هذه السورة بالطور والطور هو الجبل الذي عليه شجر قالوا فإذا كان جبلا ليس عليه شجر فهو أو فيسمى عند العربي جبلا وإذا كان عليه شجر سمي طورا والمقصود به الطور الذي كلم عنده موسى عليه الصلاة والسلام وكتاب مصطور أي الكتاب الذي فيه كتابة مصطورة وقد اختلف فيه هل هو اللوح المحفوظ أو الكتب التي أنزلت على الأنبياء وهذا أظهر لأن الله عز وجل قال بعده في رق منشور والرق هو الرقاع والجلود التي يكتب فيها وقوله منشور أي مقروء ومفتوح وليس مطويا وهذا يدل على أن المقصود به ليس هو اللوح المحفوظ وإنما الكتاب الذي أنزل على الأنبياء قال والبيت المعمور وهو بيت في السماء تفد إليه الملائكة في كل يوم يدخله سبعون ألف ملك ثم يخرجون ولا يعودون إليه مرة أخرى هذا هو البيت المعمور وهو فوق الكعبة ولكنه في السماء السابعة وهو الذي وجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عنده أباه إبراهيم فإبراهيم بنى بيت الله في الدنيا وهو عند البيت المعمور في السماء جزاء الوفاقة والبيت المعمور والسقف المرفوع السقف المرفوع هو السماء فالله عز وجل سمى السماء في القرآن سقفا ومرفوعا وقيل إن السقف المرفوع هو السحاب والأول هو الظاهر والبحر المسجور اختلف في البحر هل هو البحر المعروف في الدنيا الموجود على الأرض أو البحر الذي تحت العرش والذي عليه جمهور المفسرين أنه البحر المعروف في الأرض ومعنى قوله المسجور أي الذي أوقد نارا فقوله البحر المسجور أي الموقدي نارا من قولهم سجرته التنور يعني أوقدته وألهبته وقيل إن المسجور بمعنى الممتلئ وهذا ما ذهب إليه ابن جرير قال لأن الذي نراه في الدنيا بحرا ممتلئا بالماء وليس فيه نار وقيل المسجور أي الفارغ الذي ليس فيه شيء ولعل هذه الأقوال تعتبر بمثابة المراحل للبحر فإن البحر يكون مملوءا ثم يوقد في يوم القيامة نارا ثم يذهب ما فيه من الماء فتكون هذه الأقوال صحيحة بهذا الاعتبار وعليه فسر قول الله عز وجل إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت فقوله سجرت ذكرت فيها هذه الأقوال وهو أن سجرت بمعنى أوقدت وسجرت بمعنى امتلأت وسجرت بمعنى فاضت أي فاض بعضها على بعض وسجرت بمعنى ذهبت وغارت وشغرت وليس فيها شيء من الماء أقسم الله عز وجل بهذه كلها وهي الطور وكتاب المصطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور على شيء مواضح وهو المقسم عليه هنا في هذه الآية إن عذاب ربك لواقع أي ما توعد الله به هؤلاء المكذبين سيقع لا محالة شئتم أم بيتهم لا تستطيعون أن تردوا عذاب الله عز وجل ما له من دافع أي لا يدفعه عنكم أحد ثم قال الله عز وجل يوم تمور السماء مورا ذكر بيوم القيامة وهو اليوم الذي تتشقق فيه السماء ثم تمور مورا أي تتحرك في دوران وهذا هو المور هو حركة سريعة في دوران وذلك أن السماء تفتح ثم تشقق ثم تمور ثم تذهب فلا يبقى منها شيء قال وتسير الجبال سيرا هذه الجبال أيضا لا يبقى منها شيء ففي يوم القيامة يأذن الله عز وجل بأن تدك الجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فإذا دكت صارت كثيبا مهيلا ثم صارت بعد ذلك كالعهن المنفوش ثم سيرت هذه الجبال فتصبح سرابا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء فهذا المذكور في القرآن من أحوال متعددة عن الجبال إنما يراد به ذكر أحوال تمر بها هذه الجبال إذا أذن الله عز وجل لها يوم القيامة بالزوال وإنما تذكر الجبال ويذكر السماء تذكر الشمس والنجوم ويذكر تغيراتها لأنها آيات عظيمة ثابتة يراها الناس جيلا بعد جيل لا تتغير فيقول الله عز وجل هذه كلها أغيرها وأبدلها وأتصرف فيها وأغيرها على الصفة التي كانت عليها وهذا إذان من الله عز وجل بتغير الأحوال وانقلاب الأمور قال الله عز وجل يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين أي في ذلك اليوم ويل يومئذ للمكذبين ويل لهم وكلمة ويل كلمة تهديد تهديد من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المكذبين وقيل إنها واد في جهنم مثل غيا فسوف يلقون غيا قيل فيها أيضا إنه واد في جهنم الذين هم في خوض يلعبون وصف هؤلاء المكذبين بأنهم في خوض يخوضون في أمور ما عندهم فيها علم ويتلاعبون بها كأمر التوحيد وأمر الآخرة ينكرونه من غير أن يكون عندهم دليل ولا بينة وينكرون الأدلة الظاهرة في وجوبها وأنها قائمة لا محالة الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أي في ذلك اليوم يدفع هؤلاء إلى نار جهنم دفعا شديدا قال العلماء إن أيديهم تغل إلى أعناقهم فتربط اليد إلى العنق ثم تجمع أقدامهم إلى نواصيهم ثم يدفعون في نار جهنم دفعا من باب إهانتهم وإذلالهم في ذلك اليوم جزاء ما أهانوا رسول الله ودفعوا الحجج التي جاء بها أنبياء الله يوم يدعون إلى نار جهنم دعا شديدا هذه النار التي كنتم بها تكذبون لا نقول انظروا إليها ولا آمنوا بها ولكنكم الآن تقاسون حرها وتدخلونها بأنفسكم هذا الذي كنتم به تستعجلون وهذه النار التي كنتم بها تكذبون اليوم تصلونها وتقاسون حرها قال الله عز وجل أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون هذا الذي أنتم فيه سحر أم هو حق هذا الذي كنتم تنكرونه وكنتم تزعمون أن الأنبياء كانوا سحرة وتقولون إنما جاءوا به باطل هذا هو الآن تدخلونه وتذوقونه اصلوها أي أدخلوها وقاسوا حرها والصلي يقصد به الشيء بالنار ويقصد به من الوصل وهو أنهم يدخلون النار فيصلون بها اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا تصبرون أو لا تصبرون ما لكم من عنها محيط إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون هذا الذي تلقونه منها ومن حرها هو جزاء ما كنتم تعملونه لم يظلمكم ربكم شيئا ولم ينقص من أعمالكم شيئا إنما تجزون ما كنتم تعملون هذا جزاء أعمالكم وليس لكم عند الله عز وجل شيء لم تعملون ولما ذكر وعيد هؤلاء الكافرين وما لهم عند الله من النكار العظيم والعذاب الأليم انتقل وهذا على عادة القرآن في ذكر الوعد بعد الوعيد وذكر جزاء المتقين بعد جزاء المكذبين قال إن المتقين في جنات ونعيم يرغب بعدما رهب ويدعو بعدما حذر ورهب قال إن المتقين والمتقي هو من اتقى الله سبحانه وتعالى وخاف مقام ربه سبحانه وتعالى والتقوى هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله ويقايا بفعل أوامر ربك وترك نواهي إن المتقين في جنات ونعيم قوله في بالدلال على تأكيد وصولهم إلى ذلك النعيم فهم يدخلون تلك الجنات ويحاطون بها فالمؤمن داخل هذه الجنات وليس جنة واحدة بل هي جنات كما قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم قال بعدها ومن دونهما جنتان قال في جنات ونعيم نعيم عظيم لا يقادر قدره ولا يستطيع أحد من خلق الله أن يتصوره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قل بشر فاكهين بما آتاهم ربه فاكهين وفي قراءة فكهين أي متفكهين بما أعطاهم الله عز وجل من النعم فهذه النعم التي في الجنة ليست للمشاهدة ولا للنظر أو لاستئناس بالرؤية كما هو الحاصل الآن في نعيم الدنيا فإن كثير من الأشياء نتلذذ برؤيتها لكننا لا ننتفع بها في الآخرة تتفكه وتتنعم بهذه الأشياء التي تراها والتي تكون بين يديك في الجنة قال فاكهين بما آتاهم ربهم ولما كان فيه إتيان أو إيتاء جاء بذكر اسمي الرببية الدالة على التربية والإعطاء والإحسان ووقاهم ربهم عذاب الجحيم جمع لهم بين حصول المرغوب والحذر من المرغوب وهذا تمام النعمة فهم يحصلون ما يرغبون فيه وهو الجنة ويحذرون أو يوقون ما يرهبون منه لأنك في الدنيا قد تحصل ما ترغبه لكنك تبقى خائفا مما ترهبه وقد تنجو مما ترهبه لكنك لا تحصل ما ترغبه أما في الآخرة فإن الإنسان بفضل الله عز وجل إذا أنعم الله عليه فأدخله الجنة حصل اللذة كلها والنعمة تمامها ونجى من عذاب الله عز وجل وإذا دخل الجنة فإنه لا هلكة بعد الجنة ما في شيء بعدها من العذاب أو الألم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ثم يقال لهم كُلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كُلوا من هذه الخيرات والطعوم والمأكلات والفواكه واللذائث والطيبات واشربوا من هذه المشروبات المتنوعة التي لا حدود لها فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وكل واحد أنهار وكل كأس يختلف عن الكأس الذي قبله في لذة وحبور لا يستطيع أحد أن يصفها ولا أن يتصور شيئا منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فكل الذي تصوره أنت أو يتصوره الناس مجتمعين ما يخطر على بارهم ذلك الذي أعده الله عز وجل للمؤمنين في الجنة كلوا واشربوا هنيئا يعني بهناء ولذة بخلاف ما يحصل في الدنيا فإن النسان قد يأكل فلا يتهنى بما يأكل وقد يشرب فلا يتهنى بما يشرب وإن كان الذي يشربه لذيذا أو الذي يأكله لذيذا هنيئا بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون فالباء هنا للسببية وما بمعنى الذي أي بسبب الذي كنتم تعملون وهذا يا إخواني يبين لنا أن القرآن عندما يذكر الجزاء يبين لنا سبب الوصول إليه حتى يشمر الناس عن ساعد الجد ويقوم بالعمل وهذا هو المطلوب من المؤمن وهو أن يجتهد في طاعة الله عز وجل ويعلم أن الجنة سلعة الله وأنها غالية وأن هذه السلعة لا تنال بالأماني وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فالإنسان لا ينال الجنة بالأماني وإنما ينالها بالعمل كما قال الله عز وجل كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون وهذا من أعظم ما يرد به على أولئك الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد اعتقاد فمن عرف الله سبحانه وتعالى أو اعتقده في قلبه فهو مؤمن نقول لا لا ينال الإنسان جزاء الله سبحانه وتعالى ولا ما عنده إلا إذا آمن إيماناً صحيحاً يجتمع فيه اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح ولا بد وذلك تأتي آيات الإيمان أو آيات الجزاء في القرآن مقروناً فيها الإيمان بالعمل الصالح قال الله عز وجل متكئين على سرور مصفوفة أي أهل الجنة متكئون والاتكاء هو الاتجاع وقيل هو الارتفاق يعني أن يميل الإنسان على أحد جانبيه ويتكئ على مرفقه وقيل الاتكاء هو التربع يعني جلسة التربع لأن الإنسان يتمكن فيها يقال له فيها متكئ متكئين على سرور مصفوفة والمقصود على نمارق ووسائد وضعت على هذه السرور وهذه السرور مصفوفة أي منظمة وهم يجلسون فيها متقابلين أي قد أقبل بعضهم على بعض بوجهه ولم يستدبر أحد منهم صاحبه متكئين على سرور مصفوفة فالجنة كل الذي فيها راحة ما فيها شيء من التعب والنصب إنما ما فيها من الشغل إنما شغل في اللذة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون يعني شغلهم إنما هو في لذتهم لأنهم كانوا في الدنيا يدعون اللذة من أجل أن يشتغلوا للآخرة فيجازون في الآخرة بأن يشتغلوا للتفكه واللذة ليس عليهم من شغل التعب والنصب والجهد شيء جزاء وفاقا فمن تعب في الأول ارتاح في الآخر ومن ارتاح في الأول سيتعب في الآخر تعبا لا راحة بعده نسأل الله العافية والسلام قال متكئين على سرر مصفوفة يقال إن المؤمن يجلس متكئا وعنده زوجاته وأولاده وأهله يتحدث إليهم سبعين عاما ما يلتفت من تمام النعمة قال فإذا حانت منه التفاتة رأى زوجات أخريات فيقولنا إن لنا منك نصيب يعني هذه نعمة أخرى يحصلها المؤمن في الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى الكريم من فضله وزوجناهم بحور عيم أي قرناهم في الجنة بحور حوريات جميلات لا يمكن الإنسان أن يصف ما عليه تلك الحوريات من الجمال واللذة حتى إنه لا يرى مخ ساقها من وراء ثيابها ولو أن حورية اطلعت على الدنيا لأضاءت ما بين المشرك والمغرب من شدة إضاءتها ونورها وهذا شيء لا يمكن لنا أن نتصوره ولا يمكن لنا أن نتخيل كيف سيكون لكن ذلك واقع وسيكون ونسأل الله سبحانه وتعالى الكريم من فضله بأن نكون من أهل تلك الدار وأن نزوج بتلك الحور عين أي واسعات العيون أي عيونهن واسعة وسعة العين تمتدح بها يعني المرأة للجمال قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم هذا من تمام نعمة الله عز وجل على المؤمنين في الجنة فإنك لا تذوق النعمة وحدك فإن كنت مؤمنا فإنك لا تأتي يوم القيامة ثم لا تستمتع بهذه النعمة مع أهلك وأقربائك بل إن الله عز وجل يمتعك بأن يجعل أهلك وأقربائك وذريتك في درجتك إذا كنت في درجة عالية وهم دونك لكن بشرط أن يكونوا من المؤمنين فالله عز وجل يلحق بهم الذرية وهذا من بركة طاعة الآباء أن الله عز وجل يرفع إليهم الأبناء من دون أن ينقص من أجر الآباء شيء لأنه قال وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أي رفعناهم إلى مقامهم وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ أي ما ننقصهم من عملهم شيئا يعني ما تكون مسألة بالموازنة خلاص نعطي هؤلاء الأبناء شيء وننقص الآباء شيئا فيكونوا في منزلة وسط لا يبقى الأب في منزلته العالية في الجنة ويرفع إليه الأبناء بشرط أن يكونوا من أهل الإيمان وهذا من بركة الآباء على الأبناء فإن قيل وهل للأبناء بركة على الآباء قيل نعم ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لترفع درجته في الجنة وفي رواية إن الرجل الصالح لترفع درجته في الجنة فيقول يا ربي أن لهذا من أين لهذا فيقال باستغفار ولدك لك فهذا من بركة الأبناء على الآباء فليسعى كل واحد مننا يا إخواني إلى تربية الأبناء الصالحين الذين ينتفع بهم بعد موته قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولذلك من أعظم الأعمال التي يقدمها الإنسان ومن أعظم السعي أن تسعى في صلاح أبنائك فإنهم إذا صالحوا كنت أنت أول المستفيدين والمنتفعين بصلاحه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ولكم النية وذرية قال الله عز وجل كل مرئ بما كسب رهين سبحان الله لما ذكر الفضل ذكر العدل ولكنه يذكر الفضل في مقام الفضل ويذكر العدل في مقام العدل قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم رفعنا الذرية إليهم وما نزلنا الآباء إلى منزلة الذرية بل رفعنا الذرية إلى مكان الآباء وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى طيب يأتي السؤال وهل إذا أساء الآباء أيضا ضر الأبناء إساءة الآباء قال كل مرئ بما كسب رهين لو كان في حال السوء أو حال الذنب والمؤاخذة فإن ذنب الآب عليه لا يتعدى إلى أبناءه لكن إذا كان في حال الحسنة والطاعة فإن آثر تلك الطاعة ينتقل إلى الأبناء فيرفع الأبناء إلى مقام العباء فهذا مقام فضل وهذا مقام عدل قال كل مرئ بما كسب رهين أي مرتهن ومجازا ومحاسب كما قال الله عز وجل في سورة النجم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرام وهذا من كمال عدل الله أن سيئة الرجل لا تتعدى إلى أبنائه أو آبائه بل يؤاخذ بها هو وحده ومن يعمل بها قال الله عز وجل وأمددناهم أي أعطيناهم مرة بعد أخرى بفاكهة ولحم مما يشتهون الفاكهة هو اللحم مما يشتهون وكيف يشتهون ماذا تشتهي؟ تعطى تشتهي سمكا يأتي إليك تريده مقليا أو مشويا أو على أي صفة يأتيك كما تشتهي حتى إنهم يقولون أو ورد في الآثار إن الرجل ليكون متكئا على أريكته فيمر به الطير فيشتهيه فينزل له على صحن على الحالة التي يريدها مشوي أو مقلي أو مطبوخ أو إلى آخره سبحان الله قال وأمددناهم بفاكهة ولحم وقدم الفاكهة على اللحم في هذه الآية وفي سورة الواقعة يطوف عليهم ولدان ومخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون لأن الفاكهة ينتفع بها الإنسان إذا تقدمت على اللحم وقد أثبت الطب الحديث أن الفاكهة ينبغي أن تقدم على الطعام بأن يأكلها الإنسان قبل الطعام بنصف ساعة لأن الدم يمتاصها وتكون منافعها مباشرة يعني تغذي البدن بخلاف ما إذا أكل اللحم ثم أكل عليه الفاكهة فإن الفاكهة تبقى في البطن مع اللحم فيصبح فيها شيء من التخمر ولذلك يحس الإنسان بالثقل إذا أكل الفاكهة بعد الطعام بنصف ساعة والسبب أن الفاكهة تبقى تمكث في المعدة تنتظر هضم اللحم فيصيبها شيء من الفساد ويصبح في البطن شيء من الامتلاء والانتفاخ ولا ينتفع بها الإنسان كما ينبغي ولذلك قدمت في هذه الآية وفي آية الواقعة الفاكهة على أكل اللحم وهذه حقيقة علمية توصل إليها العلم المعاصر قال وبفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغون فيها ولا تأثير أي ينزع كل واحد منهم الكأس الذي يريد يأخذه أخذا باقتدار وهذه الكوس ملأة بالخمر وهذه الخمر متنوعة في طعومها وفي ألوانها وفي نكهاتها ومن أعجب ما فيها أنها لا تصدع الرأس ولا تذهب العقل ولا يحصل بسببها ألم في البطن ولا مشكلة في البول ولذلك قال الله عز وجل يتنازعون فيها كأسا لا لغون فيها ولا تأثير لا يحصل معها لغو وهو الحديث الفاسد الباطل اللاغي الذي لا معنى له ولا تأثيم أي الكذب والحديث الماجن الذي لا يليق كما يحدث في مجالس المخمورين في الدنيا فإنهم إذا سكروا حصلت منهم البذاءات والكلام السيء والكلام الفارغ الذي لا يليق ولا يصلح لأنها تذهب بالعقول وتضر بالأبدان وتصدع الرؤوس وهي كريهة رائحة وخبيثة اللون في كثير من الأحيان أما خمر الجنة فإنها مختلفة تماما قال الله عز وجل يتنازعون فيها كأسا والكأس عند العرب إذا أطلقت يراد بها الخمر لا لغ فيها ولا تأثيم وقوله لا لغ يعني لا يصيبهم من ورائها شيء من اللغ لأن الجنة ليس فيها شيء من اللغ لا تسمع فيها لاغية ويقصد باللاغية يعني كل كلام لا فائدة تحته من الكلام الباطل والأحاديث التي لا معنى لها مما يحدث في مجالس الناس في الدنيا قال لا لغ فيها ولا تأثيم أي لا توصلهم إلى الإثم والمنكر ويطوف عليهم غلمان لهم من تمام نعيم أهل الجنة أنه يطوف عليهم غلمان حسان في أحسن صورة كأنهم لؤلؤ ولما وصفهم في القرآن قال لؤلؤ منذور قال عينا فيها تسمى سلسبيلة ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا إيش منثورا ليه منثورا لأنه ما هو ضيوف شرف جالسين يمين ويسار ينتظرون أحد يسقيهم ونطعمهم بل هم لؤلؤ منثور تراهم وهم ذاهبون في الخدمة هذا معهم كأس من الخمر وهذا كأس من اللبن وهذا كأس صح من الفاكهة وهذا كل الذي عندهم شغل وهم في أحسن صورة وأبهى حلة قال ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون في تلك منثور وفي هذه مكنون لماذا لؤلؤ منثور في وصف عملهم ولؤلؤ مكنون في وصف صفائهم وجمالهم كما وصف الحور كأنهن بيض مكنون لما أراد أن يصف جمالهن وحسنهن قال كأنهن بيض مكنون أي محفوظ مستور من صفائه وبريقه ولمعانه فهؤلاء الغلمان ليسوا جالسين بل هم يشتغلون ما صفتهم في غاية الحسن والصفاء والرقة والنعومة يبتهج المؤمن برؤيتهم ويتلذذ مرآه بخلاف ما يكون من الخدم في الدنيا فإن الغالب أن الخدم في الدنيا لا يكونون من هذا النوع وإنما يكونون من القباح الذين يتعفف الإنسان أو يأنف من رؤيتهم أو النظر إليه قال ويطوف عليهم غلمان لهم قد ملكهم الله إياهم غلمان لهم يملكون أمرهم كأنهم لؤلؤ مكنون في جمالهم وحسنهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يصف لنا حديث أهل الجنة وهذا سبحان الله جاء في مقابل وصف أحاديث أهل الباطل عندما قال في أول السورة قال فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون فهم في تكذيب وفي خوض يلعبون ويتكلمون بالباطل ويقولوا للحق إنه سحر فالله عز وجل يبيل لنا ماذا يكون بين أهل الجنة إذا التقوا وتحدثوا قالوا أقبل بعضهم على بعض ولاحظ وصف أهل الجنة بالإقبال أن يأتي كل واحد إلى صاحبه مقبلا عليه وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أن يسألوا بعضهم بعضا قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي كنا في الدنيا خائفين أن لا نصل إلى هذا النعيم وأن نرمى في ذاك الجحيم تذكرون يا جماعة لما كنا ندعو الله في صلواتنا وندعو الله في مجالسنا وفي حلق الذكر عندما كنا نلتقي فيها كيف كنا نذكر عذاب الله فنخافه ونذكر جنة الله فنرجوها ونتمناها تذكر يا فلان عندما كنت معي في ذلك المجلس وكنا نتذاكر صفة الجنة في سورة الطور وتذكر لنا من صفتها كذا وكذا الحمد لله اليوم ها نحن فيما كنا نتحدث فيه ونذكره فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه الذي جمعني بكم في هذا المقام أن يجمعنا في دار الكرامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر ثم يقبل بعضنا على بعض فنتحدث ونقول إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم قال الله عز وجل إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا أي بهذا النعيم وسماه منه لأنه محظ تفضل من الله فهو الذي هيأك للطاعة وأعانك عليها ودلك ووفقك وهو الذي سددك وأرشدك ثم جازاك بهذا الجزاء وهو المتفضل سبحانه وتعالى بكل شيء وإلا طاعاتنا لو كانت مقابلة لنعم الله علينا في الدنيا ما بلغت تلك النعم فكيف أن الله سبحانه وتعالى قبل منا هذا القليل فجعله مكافئا لتلك النعم ثم كافأنا على ذلك بالجنة العظيمة التي يمتن بها علينا فيقول فمن الله علينا ووقانا عذاب السمون عذاب النار ذات الريح والهواء الحار الشديد الذي يحرق الأبدان والجلود إنا كنا من قبل ندعوه أي نكثر الدعاء إنه هو البر الرحيم البر واسع الفضل الذي ساعة فضله لا حدود له ومنه اسم البر الذي نخرج إليه سمي برا لسعته ومنه البر لأنه السعة في العمل الصالح يقال ألوان البر أو أعمال البر يعني الأعمال الصالحة المتنوعة ومنه الأبرار سموا أبرارا لاتساعهم في أعمال البر وتنوعهم فيها فإنهم يصلون ويصومون ويتصدقون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويبرون والديهم ويصلون أرحامهم أنواع وأنواع من البر إنه هو البر الواسع سبحانه وتعالى الرحيم الذي رحم عباده فأدخلهم جنة نسأل الله سبحانه وتعالى الكريم من فضله أن يمن علينا فيجعلنا من أهل تلك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك فضلك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر